بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الثالث في السكشن نومبر وان بعنوان equivalent system of forces في جزئها الخامس ان شاء الله بنشوف مع بعض اليوم resolution of a force into a force at all and a couple بعدين بنمر الى system of forces ازاي نختصر السيستم بتاعنا لforce و couple reduction to a force and a couple resolution of a force into a force at all and a couple لو مثلاً انا عندي هنا جسم متبق عليه force F في النقطة A وعايز احسب المومنت about the point O طبعاً هنا عندي الفيكتور R هو ما بين O والA عشان ابسط الحكاية هنا راح اضع minus F هنا و F هنا بتكون موازية لنفس الفرص الموجودة هنا يعني ال minus F هذه موازية لل F الموجودة هنا لكن في الاتجاه المعاكس وطبعاً في نفس النقطة ارسم ايضاً F هنا يعني اعتباراً ما سويت ولا شي لانه الفرصة F راح تلغي الفرصة minus F هتحصل على السيستم اللي هنا طبعاً هنا زي ما تشوفوا اقدر ارى زي هنا الكابل اللي هما قوتين متوازيتين نفس القيمة لكن في اتجاه هات متعاكسة وطبعاً نفس الفرصة F هذه راح تكون موجودة هنا والكابل الموجود هنا بين المينوس F وال F هو راح يعتيني M O وهنا بنقدر نقول اننا عملنا الريزولوشن of force بالنسبة للسيستم هذا وعوضناها بفرصة O اللي هي الفرصة F هذه والكابل M O attaching equal and opposite force vectors at O produces no net effect on the body زي ما شفنا هنا لما انا رسمت الفرصة F هنا والمينوس F يعني هي بتعطي ولا افكت على السيستم وهذا كان الحل عشان نجد الكابل الموجود لهنا في الاخير يعني تحصلنا هنا على force and a couple M O كان نتيجة moving F from A to different point O dash requires the addition of a different couple vector M O dash مثلاً هنا عندي سيستم rigid body وعندي قوة متبقة في النقطة A عايزة حول الفرصة F من A هنا من النقطة A إلى النقطة O dash طبعاً هنا لو غيرت من مكان المكان سواء كان غيرت لل O أو غيرت لل O dash دايماً أعوض الفرصة F بفرصة في نفس النقطة O مع couple M O أو أيضاً أعوض هنا الفرصة F الموجودة بفرصة F هنا مع couple M O dash M O dash هذه بتساوي R dash cross the force F طبعاً R dash هو الفكتر ما بين O dash والA وهذا هو الفكتر R dash The moments of force F about O and O dash are related using the following expression M O dash بتساوي R dash cross F وطبعاً هنا R dash زي ما تشوفوا هو مجموع R مع S أوزع هنا تصبح عندي R F R cross F مع S cross F طبعاً هنا R cross F هذه هي M O وتحصل كنتيجة نهائية M O dash بتساوي moment مع S cross F مع العلم أنه هنا زي ما تشوفوا S هي distance أو الفكتر اللي بيعطيني ما بين O و O dash هذا هو الفكتر S So moving a force couple system from O to O dash requires the addition of the moment of the force at O about O dash زي ما نشوفوا هنا يعني لو أنا انتقلت من O ل O dash المومنت في O dash بتساوي M O plus S cross F و S هي الفكتر ما بين O dash وال O system of forces reduction to a force and a couple طبعاً هنا لو عندي العديد من الفورس بدل تكون عندي قوة واحدة رح تكون عندي ثلاثة أو أكثر F2 F1 و F3 طبعاً لو أنا عايز أنتقل بهم للنقطة O زي ما شفنا من الأول الفورس F رح تتعوض بنفس الفورس هنا مع الكابل M2 مثلاً هنا F2 و M2 ونفس الشي بالنسبة للF1 ونفس الشي للF3 فرح تحصل هنا على القوة F2 و F1 و F3 ثلاث قوة هذن أنقلهم من نقاطهم A1 و A2 و A3 إلى O بعدين أضيف لهم M3 و M2 و M1 هذن الكابلز فتحصل في الآخر كنتيجة على F1, F2, F3 لهم محصلهم R و M1, M2, M3 محصلهم M, O, R فأي system لو كان مطبق عليه العديد من القوة عايز تحولهم إلى النقطة O أتحصل على equivalent system بيعطيني R هو محصل كل القوة و M, O, R هو محصل كل الكابلز تقدر تكتبهم بالطريقة التالية R بتساوي مجموع F هنا و M, O, R هو مجموع R cross F يعني هذا محصل الكابلز وهذا محصل الفورس طبعاً من بعد لو أنت عايز تمر بهم من النقطة O إلى النقطة O'dash يعني زي ما نشوفه هنا يكفي أن نطبق نفس القاعدة اللي شفناها في سلايد اللي قبلها اللي M محصل الكابلز about O'dash بيساوي محصل الكابلز about O مع S cross R طبعاً R هذا محصل كل القوة F1, F2, F3 وهنا S هو الفيكتر المبين هنا O'dash والO Two systems of forces are equivalent if they can be reduced to the same couple force system طبعاً لو عايز أقول أنه عندي two systems بيكونوا متوازين لو أنا أقدرت أختصرهم في نفس الفورس كابل system